حكم دراستنا اللي احنا ماخذيها بالنف بي اي هندس للاطفاء فيما يخص الكودات العالمية اليوم كل مشروع يجب ان يكون بيه منظومة انذار ومنظومة الاطفاء منظومة الاطفاء تنقسم لعدة اقسام النظام المرشات ونظام فوهات الحريق ونظام كابينات الحريق وايضا مطافئ الحريق اليوم ماكو مشروع ماكو مشروع موجودة بيه هذا النظام زين من تجي انت للمدونات الموجودة في مديرية الدفاع المدني هي غير محدثة من الستة وتسعين هم معتمدين للنظام من الستة وتسعين اليوم المجمعات السكنية يعني اليوم هذا حريق ما بيه اضرار بشرية بس اتوقعوا اكو حرائق راح اصير بيها اضرار بشرية مجمعات سكنية بالكامل هي ما بيه نظام المرشات زين تجي العجلات الدفاع المدني الموجودة احدث عجلات في العالم هي توصل الى ستة وخمسين متر زين كيف هاي عملية الانقاذ راح تكون بهذه الحالة اذا صار حريق عندنا وراح اصير ايضا قضية رايعام اضافة لقضية الحمدانية اللي صارت سابقا طيب استاذ فضل هل تتحمل باعتقادك سلوكيات الناس ايضا جانبا من المسئولية وراء هذه الحرائق اكيد ستة يعني اليوم احنا حادث الحريق هو ما راح يكون فقط قضاء وقدر ممكن فعل فعل اليوم مثل نشوفين اليوم احنا ده نحتي بالشورجة نحتي بالسينك اليوم تتجار تضارب تتجار بيناتهم هذا تاجر جد تحاوية هذا تاجر جد تبضاعة ممكن احد مجسوس الى وحرق هذا الشي ممكن لها اذا لاحظ هذا المخزن اللي موجود هو مخزن المواد البلاستيكية المخزن المواد البلاستيكية هذا صعوبة اطفاء يعني مو من الحرائق البسيطة هذا من الحرائق عالية الخطورة لازم نستخدم مادة الفوم لغرض اطفاء كيف اذا هو صاير بأزقة وبدرابين ضيقة شنون راح يمد الهوزات شنون راح يقدر يسيطر عليه ومخزن في بطن مخزن مخزن مجاورة لا مخزن مخزن تحت مخزن يعني هذا اليوم المخازن لازم تخرج خارج السور السوق الموجود اللي كانت في الشورجة كانت بالضلال قبل فترة ايضا اليوم مخزن حرق مخزن يعني هذا من ضمن الشغلات اللي هي جدا مهمة ان تأخذ امانة بغداد ومديرية الدفاع المدين على عاتفها بلق هذه المخازن في ازقة ضيقة شكرا جزيلا على كل هذه الاضاحات والمعلومات الخبير في شؤون السلامة العامة والاطفاء استاذ فاضل العساوي كنت معنا اشتركوا في القناة